السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم التلتاء التاسع عشر من شهر ينوى 2021 أهم أخبار ألمانيا محور هذا الفيديو موضوعين أصدقائي الموضوع الأول الحالات وعدد الأشخاص الذين لقحوا والموضوع الثاني التسريبات للنقاط المهمة التي ترغب السيدة ميرك الأصدقائي هذا اليوم أن تقنع بها المقاطعات فلنبدأ بسرعة سجلت هذا في الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة 11369 حالة توفي 891 شخصا بذلك تصل الحالات الإجمالية في ألمانيا إلى 2 مليون وواحد وستون ألف وتلاتمائة وتسعة وعشرون حالة شفية من بينهم مليون وسبعمائة واثنين وتلاتون ألف ومئة شخص وتوفية 47 ألف وتسعمائة وتمانية وخمسون خارطة تظهر الحالات النشطة وتوزيع الحالات بجميع ألمانيا كما تلاحظون أصدقائي وهنا أظهر لكم خارطة حول الأشخاص الذين أخذوا لقاحا في ألمانيا أخذ اللقاح في ألمانيا مليون ومئة وتسعة وتلاتون ألف ومئتين وسبعة وتسعون شخصا أخذوا جرعة واحدة وجرعتين حصل عليها ستة آلاف وخمسمائة وواحد وتمانون إلى التسريبات والنقاط المهمة حول اجتماع هذا اليوم ما سوف أقوله لكم هي تسريبات أصدقائي نشرتها الصحفاء الألمانية النقطة الأولى النتائج النهائية سأخبركم بها اليوم ليلا السيدة ميركل سوف تجتمع هذا اليوم على الساعة الثانية ظهرا الاجتماع يمكن أن يأخذ وقتا طويلا عندما تأتي النتائج النهائية سوف أخبركم بها النقطة الأولى الغلق إلى غاية الخامس عشر من شهر اثنين ألفين وواحد وعشرين هذه نقطة مهمة الغلق يعني كل شيء مغلوق مغلق الآن يرغبون بتمديد غلقه إلى خمستاشر اثنين ألفين وواحد وعشرين وكل شيء الآن مفتوح سوف يبقى أيضا مفتوحا أصدقائي النقطة الثانية ميركل تريد أن كل عائلة تلتقي طيلة فترة الغلق بعائلة يعني كل عائلة عندها الحق أن تلتقي بشخص واحد وميركل تضغط الآن على المقاطعات بأنهم يقرون مبدأ أن ذاك الشخص يكون نفس الشخص لكن أظن بأن هذه النقطة صعب أن تقنع بها المقاطعات لذلك سوف يبقى الأمر كما كان عليه أن كل عائلة تلتقي فقط بشخص واحد من عائلة أخرى النقطة الثالثة عند استعمال المواصلات فقط لبس الكمامات الطبية يعني فقط الكمامات الطبية هي من يسمح بها عند الركوب مثلا إلى الحافلة أو إلى القطار أو استعمال مثلا أحد وسائل المواصلات يعني يرغبون بأن الناس تتوقف عن لبس الكمامة المصنوعة من التوب ويرغبون أن فقط الناس تلبس الكمامة الطبية هذه نقطة مهمة يناقشونها إذا وافقوا عليها من عنده كمامة الآن مصنوعة من القماش سوف تمنع عندما تركبون بالمواصلات لكن سوف نعرف القرار النهائي هذا المساء النقطة الرابعة يرغبون بنقص المواصلات والقطارات والتقليل من الازدحام بحيث يمنع أن تكون المواصلات منتلئة النقطة الخامسة استمرار غلق المدارس إلى غاية 15-02-2021 يعني يرغبون باستمرار غلق المدارس إلى منتصف شهر فبراير بسبب النوع الجديد المتطور لكورونا الذي ظهر مؤخرا كي لا تكون المدارس سببا في انتشار النوع الجديد نفس الأمر يتعلق بروض الأطفال يعني رياض الأطفال سوف تبقى أيضا مغلقة مغلقة إلى غاية منتصف شهر فبراير يعني 15-02-2021 بطبيعة الحال هي مفتوحة الآن أيضا مفتوحة للنوط بتخيب يعني لمن يعملون بمجال التمريض من يعملون بمجال الشرطة من يعملون وليس هناك شخص يهتم بالأطفال يمكنه بطبيعة الحال أن يأخذ الطفل إلى الروضة لكن أن تفتح الروضات أو المدارس أو حتى هذا الأمر يتعلق أيضا بمدارس اللغة أو مدارس السياقة إلى آخره حاليا الغلق مستمر أو يرغبون باستمراره إلى 15-02-2021 نقطة مهمة النقطة السادسة خماية أكثر لدور المسنين باستعمال كمامة FFP2 والفحص السريع النقطة السابعة تخص قوانين صارمة لدور العبادة يعني الكنائس المساجد الكنيس اليهودي المعابد لديانات أخرى إيزيدية هندوسية إلى آخره يرغبون بأنه أثناء الصلاة يكون التباعد متر ونصف بين جميع المصلين لبس الكمامة طيلة فترة التواجد بدور العبادة الغناء ممنوع داخل دور العبادة أكثر من عشر مصلين ضروري التسجيل عند أغض نونكس أمت التابع للبلدية هذه أيضا نقطة يرغبون بالتناقش عليها وترغب السيدة ميركل بها النقطة الثامنة هو أنه لن يكون هناك إجبارية للشركات بإرسال موظفيهم للعمل في البيت يعني لن يكون هناك إجبار على الهوم أوفيس في البداية كانوا يتكلمون على إجبارية الهوم أوفيس وتشجيع يعني أن يجبروا الشركات على إرسال موظفيهم الآن سوف يبقى الأمر فقط تشجيع لإرسال الشركات موظفيهم للعمل في البيت يعني لن يكون هناك إجبارية للشركات أن ترسل موظفيها للعمل في البيت النقطة التاسعة المناطق التي فيها حالات مرتفعة يعني مرتفعة بشكل كبير حتى شيئا ما أقل من 200 حالة لكل 100 ألف نسمة ممكن أن تعتمد منعا للتجول في وقت معين بالليل وممكن أن تعمل الممنوع الابتعاد عن البيت 15 كيلومتر أصدقائي يعني الأمر الذي كانوا يتكلمون عنه ونشر في الصحافة يبدو أنهم وجدوا بأن عدد كبير من الناس رفضوا الأمر عندما انتشر في الصحافة فالآن لا يرغبون بتعميم مسألة منع التجول يعني منع التجول لن تكون معممة على ما يبدو في كل أرجع ألمانيا ستكون فقط في بعض المقاطعات أو ستكون فقط في بعض المدن أو بعض الضواحي التي فيها حالات كثيرة كما هو حاصل عندنا منذ شهر في مقاطعة بادن فيوتنبرغ نحن عندنا منع التجول ومنع الخروج وأوسغانج شبيغة بشخينكونغ من الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا يعني سيبقى هذا الأمر لأن عدد كبير من المقاطعات رفضوا هذا الأمر نفس الشيء عن الابتعاد عن البيت 15 كيلومتر لن يتم تعميمه في كل ألمانيا سيبقى فقط في بعض القرى أو في بعض المدن التي فيها حالات كثيرة وأخر نقطة هو أن الحكومة الألمانية تعد برنامجا لمساعدة كبيرة مالية بمليارات من اليوروهات للشركات والعمال والمصانع والفنادق والمطاعم والمحلات التي تضررت ترغب الحكومة الألمانية أصدقائي بمساعدتها إذن هذه هي التسريبات التي نشرت اليوم في الصحافة كلها تسريبات القرارات النهائية سأنشرها لكم هذا اليوم إن شاء الله مساءا عندما تخرج تابعوا القناة تفاعلوا الجرس تأكدوا أنكم مفاعلين الجرس أصدقائي كي يصلكم دائما جديد الأخبار بإذن الله شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء